أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحليل بي الوحدة الثانية الغلافة الماء الهايدروسفير ونواصل مقاطع هذه الوحدة والشرح الغلافة الماء الهايدروسفير يحيط الغلافة الماء بالكرة الأرضية ويغطي أكثر من 70% من سطح الكرة الأرضية على شكل بخار ومحيطات وأنهار وأهم حاجة هنا النسبة هذه أكثر من 70% وعلى شكل إيش بخار ومحيطات وأنهار هذه مهمة جدا هذه المعلومات ركز عليها تغطي الكتلة الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي 10% من سطح الكرة الأرضية وهنا أيضا النسبة المهمة 10% من سطح الكرة الأرضية يعتبر في شكل جليد على القطبين الشمالي والجنوبي وهذه الرسمة توضح بشكل واضح أنه القلاف الماء يغطي أكثر من 70% من سطح الكرة الأرضية وهو 70.9% والباقي هو اليابسة الذي هو 29.1% والباقي هو اليابسة وهو 29.1% الأشكال الماء في الطبيعة بشكل بخار ماء معلق في الهواء وفي شكل سائل في البحيرات الأنهار البحار والمحيطات على السطح الأرض جليد في الغطبين الشمالي والجنوبي جليد وين موجود في الغطبين الشمالي والجنوبي إذن هناك ثلاثة أشكال من الماء هي واحد بخار اثنين سائل ثلاثة جليد وكل منهما يوجد في وضع معين البخار في الهواء السائل في البحارات والنهار والمحيطات والجليد يوجد في القطبين في القطبين الشمالي والجنوبي نسب توزيع المياه الماء يشكل أكثر من سبعين في المية وأيضا مهم سبعين في المية من سطحة الكرة الأرضية مهم جدا كما لاحظنا في الشكل السابق الماء الصالح للإستعمال لا يزيد عن ثلاثة في المية وهذه النسبة مهمة جدا حوالي صفر فاصل أربعة في المية من هذه الثلاثة في المية صالح للشرب والباقي اتنين وستة من عشرة يوجد وين في القطبين الشمالي والجنوبي إذن حوالي سبع وتسعين في المية عبارة عن مياه غير صالحة للشرب وقلنا النسب مهمة جدا نركز عليها والرسمة هنا في الشمال توضح هذه النسبة الكبيرة جدا سبع وتسعين في المية من المياه غير صالح للشرب غير صالح للشرب وماء صالح للاستعمال فقط نجده هو اثنين وستة من عشرة موجود في الغطبين هذا الجزء وهذا الجزء الصغير يدن الماء صالح للشرب وهو صفر فاصل أربعة في المية كما هو موضح في هذه الرسمة